لما كان الكراهية في بيتش كولومبيا كل شخص في بيتش كولومبيا له الحق ان يشعر بامان ويشارك في مجتمعه جرائم بدافع الكراهية بتاخد صور مختلفة بعد جرائم الكراهية صريحة زي الاعتداء البدن وبعضها قد يكون غير مباشر مثل الاضرار بالممتلكات والتحرش قباما لا تكون بعد جرائم الكراهية باديت الخطورة الا انه يجوز ملاحقتها قضائيا لو كنت شاهد على جريمة كراهية اتأكد ان تدخلك في الموقف مش هيسببلك ازا ركز على الضحية اكتذب شهود اخرين ان القوة في العدد الاكبر سجل قدلة الحادثة وشاركها مع الضحية لو كنت ضحية لجريمة كراهية وكان الامر ما بيشكلش خطور عليك اطلب المساعدة سجل كل ما يتعلق بالحادثة بلغ السلطات عنها ويبحث عن الدعم والمساندة علينا ان نعمل يدا بيد كي نقضي على التمييز العنصري والكراهية في مجتمعنا زروا الموقع الالكتروني www.resiliencebcnetwork.ca اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة